تعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي وفور رحيم وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء يصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ونأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرافهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني بأخلكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير الموزنين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم فلا تغربون قالوا سنرامد عنه أباه وإنا لفاعدون وقال لفدياني جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا غلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له نحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من غر فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ودت إليهم قالوا يا أبانا ما نبوه هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخوانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاض بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه بل يتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يوني عنهم من الله من شيء إن إلا حاجة في نفسي عقوب غضاها فإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أناقوك فلا تبتيس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل يقيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم نسارقون قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صوع الملك ولمن جاء به حمل بعيد وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد برحله فهو جزاؤه كذلك نجي الظالمين فبدأ بيوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء ففوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرقا كله من قبل فسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا فالله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيقا كبيرا فخذ حدنا مكانا إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عيده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثدا من الله ومنه قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرع الأرض حتى يأذن لي أبي أو أن يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للويب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها فإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وفي الضطعينه من الحزن فهو كظيم قالوا تفتأ تذكروا يوسف حتى تكون حرجا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بالثيم وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأقيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وهل نظر وجئنا ببضاعة مجزات فأفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزى المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخيه قد من الله علينا إنه من يتغب يصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين إذهبوا بغميصه هذا فالقوه على وجهه بيئتي بصير فأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ظلالك القدين فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فرتد بصير قال ألم أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاضئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الوفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبوي وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على الأرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعل آربي حقه وقد أحسن فيه إذا اخرجاني من السجن وجاء أبيكم من البذو من بعد أن نزوى الشيطان بيني وبين يقوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي غد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاضر السماوات والأرض آت ولي في الدنيا والآخرة توفني المسلم والحكني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديه من تجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرسن بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إنه إلا ذكر للعالمين فكأيهم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرقون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم واشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلا الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم من أهل الغرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عربة الذين من قبلهم ولدار الآقرة خير للذين اتبعوا أفلا تعضلون حتى إذا السيء سروس وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشى ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم فالإفلام مرا تلك آيات الكتاب والذي أوتن إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم السماع على العرش وسخر الشمس والغمر كل يجزي يجنو مسمى يدبر الأمر لفسر الآيات لعلنكم من الضائر ربكم تنظنون وهو الذي مت الأرض وجعل فيها الرواس وانهارا ومن كل السورة تجعل فيها زوجين السنين وتليل النهار إن في ذلك الآيات الغوم يتفكرون وفي الأرض اقضعوا تجابرات وجنات من أعناب وزرع ونقيل سنوان وغير سنوان يسقى الماء واحد فنفضل بعضها على بعضها في الأكل إن في ذلك الآيات للقوم يعقلون فإن تعجب فعجب من قولهم أي ذاك النار ترابا إنا لفي خلق جديد أولاك الذين كفروا بربهم أولاك الأعلال في أعناقهم أولاك أصحاب المارهم في أخالدهم فيستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات فإن ربك لذى مغفرة للناس على ظلمهم فإن ربك لسيد العقاب فيقول الذين كفروا لم لا أوز عليه آية من ربه إنما أنا تموذر ولكل غوم هات الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغذر حب وما تزدر وكل شيء عيده بمقدر عالم الغيب والشهادة الكبير المتعل سواء منكم من أسر القول ومن جهر به يوم الهو مستقف بالليل ونسارب بالنهار لهم عقبة من بين يديهم من خلفه يحفظون من أمر الله إن الله لا يغير ما بغومنه حتى يغير ما بأنتشهم فإذا أراد الله الغيب من سواء فلا مرتله فما لهم من دونه مغار والذي يريكم البرق خوفه وضمعه ويوشي السحاب السيطان ويسربيه الرعب بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعر فيصيب بها من يشأهم جادلنا في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق ولكن يدعونا من دونه لا يسجيبون لهم شيء إلا كما صد كثين إلى الماء لا يبلو وفاه ما هو بذلغه فما دعاء الكافرين إلا في ظلال ولله يسجد ما في السماوات من أرض وضعهم وكرهم وظلالهم بالهدوة والآصال قل من رب السماوات من أرض قل لله ولفتقى ثمي دونه أمنياء لا يملكنا لأخص نفعه ولا ضر قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعل لله يشركاء خلقوا كخلقين فتشابان خلقوا عليهم قل لله قالوا كل شيء وهو الواحد ظهر أنزل من السماء ماء فصالت أودية بغدرها فاحتمل السين الزبدا راديا زرابيا ومما يوضع علي في النار ابتغاء حلية أو متاعية زبدا مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبدا فيذهب جفاء فأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسن والذين لم يستجيبوا له ولو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لمسوا الحساب وهم جهنم وبئس المهاد فمن يعلم أن ما أوذن إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولي الألباب الذين يؤفون بأحد الله ولا يغضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يغسلوا يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا اكتراء واجروا بما قاموا الصلاة سوافقوا مما رضغناهم سرا وعلانيتا ويدرؤون سرا وعلانيتا ويدرؤون بالحسنة السيئة سيئة وأولاك لمبتار جنات عثني يدخلون هوا من صلحة من أفاهم أزواج مذريات والملاكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبروا تنفعين فنعموا أفتر والذين يأخذون أحد الله من بعد ميثاغه ويغضعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض أولاك لهم لعنة ولمس أتار الله يبسد الرزق لمن يشاء ويغضر وفريفع بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا بل في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لم لا أوزر عليه آية من ربه وإن الله يغضر من يشاء ويهدي إليه من أم أنا الذين آمنوا تطمئن قلب بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلب الذين آمنوا عن الصالحات مبالا وعسناك كذلك أرسلناك في أمتي قد خلت من قبلها أم لتبلتت دعا عليهم الذي أحينا إليك ومكفرنا بالرحمن قل هو ربي لا إله إلاه عليه توكلت وإله متاع ولو أن قرآن سيرت به الجبان وقطعت به الأرض وكل ما فيه الموت فللله الأم جميعا فلم يشئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله راد الناس جميعا ولا يتار الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا طارعة أو ترحلوا غريبا من دارهم حتى أتيوا عدوا الله إن الله لا يخيف الميعا فلغد استنزي برسول من قبل الكفة أم لا يترل الذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان يطاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت فاجعلوا لله شركاء واتسموه أو تنبئوناه بما لا يعلم في السماء في الأرض أن بظاهر من الغول فالزين الذين كفروا مكفرهم صدعا عن السبيل ومن يضل الله فما له من هذا نعم عذابهم في العياة السنية وعذابهم آخرة أشياء قبارهم من الله من ذلك مثل الجنة التي وعد المتقون تجريمي تحديل أنهار وكلها من دائما وظلوها تلك عبا الذين اتغوا وعبا الكافرين أن النار والذين أتينا ونكتب يفرحون بما أوزل إليك أمن الأحزاب من ينكر بعضه وإنما أمرت أن عبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وليه ما أفرح وكذلك أزلناك من عربيا ولين اتبعت أهواهم بعدما أجاك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا الرسلان من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسل أن يأتي بآية الله بإذن الله في كل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت فعيده أم الكتاب فإما نري أنك بعض الذين عدمون نتوفي أنك فإنما عليك البله وعلينا حساب أولم يروا أن نأتي الأرض أنه صدرا فيها والله يحكم لا معاقب الحكم فهو سريع الحساب وقد مكرنا لذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس فسعنا والكفار المنعف والثار ويقول الذين كفروا لست مرسلان والكفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عيده علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام راه كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض قويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستعبون العياة الدنيا على الآغرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عرجا أولاك في ظلال بعيد فما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولغضر سلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك الآيات لكل صبار شكر فيذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون لساءكم ففي ذلك بلاء من ربكم عظيم فإذ تأزل ربكم لإن شكرة أزيدنكم ولئن كفرت من عذابي لشديد فقال موسى إن تكفر رؤات ما في الأرض جميعا فإن الله لوني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من غبلكم قوم نوح وعادي وثموت والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءت رسلهم بالبينات فردوا أيديا في أفواهم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم وإنا لفي شك مما تضعوننا إليه مريد قالت رسلهم أفي الله شك شك فاضر السماوات والأرض يضعوكم ليغفر لكم من ظنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا فرد تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم مسلوم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمنع على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فلتوكل المؤمنون وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولن أصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فلتوكل المتوكلون فقال الذين كفروا لرسلهم لنقرجنكم من أرضنا أم نتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهكنن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وقاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صليت يتجرعه ولا يكاد يسيوه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليط مثل الذين كفروا بربهم أعمال كرماد اشتتت فيه الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك والظلال البعيد ألم تر أن الله خلغ السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلغ جديد وما ذلك على الله بعزيز وفرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْآنَ تُلْنُونَ عَنَّا فَهَلْآنَ تُلْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شِيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَعِيْصٍ فَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَغْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيْعَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعُوتُكُمْ فَاسْتَجَبُلْتُمْ لِيْ فَلَا تُلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَّ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا آتٌ مِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونُ مِنْ طَبْلِ إِنَّ الظَّلْمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَضْقِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمْلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِيمِ تَحْتِهَا الْأَنْهَا وَخَالَدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ وَكَيْفَ ظَرَبَ اللَّهُ فَلَا كَلْمَةً ضَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ ضَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ ضَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرُعَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِيْنًا بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ومثل كلمة خبيثة كهجرة خبيثة اجتست بي ذوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء أَلَمْ تُرِلَ الَّذِينَ بَتَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كِبْرَ وَحَلْقَ وَمْذَرُوا الْبَوَرْ جهنم يصدونها وبس القرار واجعلوا لله أندادا ليظلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل عبادي الذين آمنوا يقيمون الصلاة وينفقوا مما رزقنا أمسرا وعلانية من قبل أن يأتي من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء مائين فأخرج من الثنين من الثمارات رزقا لكم وسقر لكم الفلك لتجري في البحر بيمنه وسقر لكم الأنهار وسقر لكم الشمس والغمر دائبين وسقر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتمه فإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان الظلوم كفار وإضطان إبراهيم ربي عن هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن عبد الأصنام ربي إنه أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك أعفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بوالدي بواد غير ذي وزر عند عيدك بيتك المحرم ربنا لقيمون الصلاة فاجعل أفعدة من الناس نتهفي إليهم تهفي إليهم ورزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي نسميع الدعاء رب جعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتغبى الدعاء ربنا أغفر لي ولوالدي وللوحمدين يوم يقوم العزاب ولا تحسبن الله غافلا عن ما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم يوم تشقص فيه الأبصر محضرين مغنئين رؤوسهم لا يرتدت إليهم ضرف ومافدتهم هواء فأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرج أن أخرنا إلى أجل غريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أغذمتمي قبل ما لكني زوال وسكانتم في مساكل الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا به ما ضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعيد الله مكرهم فإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مغرف وعده رسله إن الله عزيز ذو تقام يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات وبرز لله الواحد القحار فترى المجمن يومئذ مغرنين بالأسفاد تترى بهم غذران وتوشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسابت إن الله سريع الحساب هذا بلاو للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العظيم